اشتركوا في القناة تتحدد بالنص او انها تتحدد بالشورى وبالبيعة والقهر والاستيلاء وقد بينا المبنى الذي يذهب اليه اهل السنة في تحديد الخلافة وهي البيعة والشورى وتبين لنا ان تلك الطرق التي تتبع لا ترقى لان تكون طريقا لتعيين خلافة من يجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليفة للمسلمين في هذا اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم عن الشروط التي يذهب اليها الشيعة في تعيين الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذهبون الى مبدأ التعيين والنص من الله سبحانه وتعالى في تعيين الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم و لذلك اشترطوا في الإمام مجموعة شروط حتى يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قطعا هذه الشروط لم تكن من العلماء و إنما وردت فيها النصوص من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى يكون الخليفة خليفة له صلوات الله و سلامه عليه من هذه الشروط التي اشترطها الشيعة في الخليفة أو الإمام لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أولا أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال جميعا أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال جميعا كالشجاعة و الكرم و العفة و الزهد و الأمانة و الصدق و العدل و غير ذلك من صفات الكمال لا بد أن يتصف بجميع صفات الكمال حتى يكون قائدا للأمة و خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الشرط الثاني الذي يشترطه الشيعة في الإمام أن يجب أن يكون عالما بجميع ما تحتاج إليه الأمة من أمور الدين و الدنيا و إلا لم يحصل الغرض به إذا لم يكن عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس فما فائد أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه و آله باعتباره إذ لم يكن عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس يكون حاله حال بقية الناس و بالنتيجة عندما يكون هناك أمر ما فالناس إلى من يرجعوا إذ لم يوجد شخص يتصف بهذه الصفة الشرط الثالث يجب أن يكون معصوما الإمام لا بد أن يكون معصوما من شرائط الإمام أن يكون معصوما كالنبي من جميع الرذائل و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن من سن الطفولة حتى الوفاة يعني الاشتراط في عصمة الإمام لم تكن عندما يكون إماما و إنما لا بد له أن يكون معصوما من حين الولادة إلى حين الوفاة من سن الطفولة حتى الوفاة عمدا وسهوا و أن يكون معصوما من السهو والخطأ و النسيان لأن الإمام حافظ للشرع و القيم عليه فبما أنه الإمام هو حافظ للشرع و القيم عليه لا بد أن يكون معصوما قطعا هذه بعض الصفات الأساسية لضيق الوقت لا نتمكن أن نتكلم عن جميع الصفات و لكن هذه الصفات الأساسية التي يتبعها أو يقول فيها الشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت أن يكون معصوما أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الأمة و أن يكون جامعا لجميع الصفات صفات الكمال و قطعا هكذا شخصية إنسان يتصف لصفات الكمال يكون صاحب علم و عنده إحاطة بجميع ما يحتاج إليه الناس و لا بد أن يكون معصوما هكذا إنسان لا يتيسر للناس معرفته لأن هذا الإنسان يحتاج إلى من هو أعلى منه رتبة يحتاج بما يعني كأنما أمره أمر مغيب عن الناس فنحتاج إلى يد غيبية تحدد هذه الشخصية و من المعلوم أن عموم الناس لا يتيسر لهم معرفة الشخصية أو الشخص الذي يتحلى بذلك بأنفسهم لأنها من الأمور الغيبية فنحتاج إلى من له القدرة على الإطلاع على السرائر حتى يرشدنا إلى هكذا شخص و المطلع على السرائر هو الله سبحانه و تعالى و لذلك لا بد من تعييني و تحديدي خليفة رسول الله من قبل الله عز وجل و لا يمكن الاعتماد على ما ذهب إليه أخواننا السنة في قضية تعيين الخليفة هذا الدليل الأول من الأدلة أو هذه الصفات التي يذهب إليها و الشروط التي يذهب إليها أتباع أهل البيت في تعيين الخلافة و استدل على أن الخلافة لا بد أن تكون بالنص بأدلة متعددة منها الدليل العقلي و دليل الكتاب و دليل السنة نبتدئ بالدليل العقلي فنقول أن الله سبحانه و تعالى عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و أنزل عليه الكتاب فما هو دور الكتاب و ما هو دور القرآن الله سبحانه و تعالى يصرح في الآيات القرآنية أن لهذا القرآن و أن لهذا الكتاب العظيم دور كبير و هو كما جاء في قوله تعالى و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى و رحمة أن القرآن تبيان لكل شيء و هدى و رحمة للناس و قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذن القرآن من جهة تبيان لكل شيء و من جهة أخرى أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور و هنا تساؤل إذا كان القرآن تبيان لكل شيء فهل يعقل أن القرآن تبيان لكل شيء فقط في حياة النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و هل يعقل أن القرآن الذي يعتبر المعجزة الخالدة باعتبار أن النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء و عندما نقول خاتم الأنبياء معنى ذاك أن دين محمد سيبقى إلى يوم القيامة و على هذا الفرض أن دين محمد هو باق إلى يوم القيامة و أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو خاتم الأنبياء و أن الله قال في الكتاب أنه تبيان لكل شيء و يخرج الناس من الظلمات إلى النور فهل يعقل أن القرآن عندما ينتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يتوقف عن العمل فلابد من شخصية لها القدرة على أن تفسر القرآن وتحيط بالقرآن بحيث أن هذا القرآن يبقى مستمرا في عمله والغاية التي أنزل منها كما بيّنت الآيات القرآنية ولذلك لا بد من شخصية هذه الشخصية تتصف بالعظمة كما بيّنا في شروط الإمامة فلا بد من تعيين إمام يقوم بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدليل القرآني يؤكد أنه لا بد أن تكون الإمامة بنص من الله سبحانه وتعالى كما جاء في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ هنا الله سبحانه وتعالى قرن طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول بطاعة الله سبحانه وتعالى أي أمر أن أمر المسلمون أن تكون طاعتهم إلى أولي الأمر بمنزل الطاعة الله سبحانه وتعالى وقطعا هنا لا بد من الالتفات إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر الناس باتباع أولي الأمر فلا بد أن يكون إلي الأمر وصلوا إلى مرحلة من العصمة والطهارة والنزاهة بحيث تكون طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى إذن طاعة ولي الأمر معنات ولي الأمر لا بد أن يكون معصوما جامعا لهذه الشرائط والإنسان الذي يكون معصوما جامعا لشرائط الكمال والعلم والمعرفة كما قلنا لا يمكن لهذا الإنسان أن يحدده لأنها من الأمور الغيبية فلا بد أن تكون اليد الغيبية ومن يعرف بالغيب وهو الله سبحانه وتعالى أن يحدد لنا الخلافة أو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنتيجة إذن في هذه الآية القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة ولي الأمر بلا قيد ولا شرط وهذه جدا ملاحظة مهمة بلا قيد ولا شرط دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وهذا دليل على عصمتهم وتعيين المعصوم لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع من عينهم الله سبحانه وتعالى وأن نكون باحثين عن الحقيقة بعيدا عن التعصب والعنصرية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد